السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مع وصفة جديدة من وصفات أمون النهاردة هنامن مع بعض العجة على الطريقة المصرية بس بطريقة خفيفة جدا وتقريبا بمعلقتين زيت أو أقل يعني وصفة فيها طعم الأصيل بتاع العجة وفي نفس الوقت تنفع للضايت تابعوني عشان أقول لكم هتعملوها إزاي بنحتاج بقدونس وبسلطين متوسطين وفلفل حامي لو بتحبوه بحتاج خمس معالق من الدقيق وخمس بيضات كبار أو ستة متوسطين بحتاج توم مفروم بنقطع البقدونس صغير وبحتاج معلقتين من الزيت النباتي أي نوع زيت ونص معلقة صغيرة بيكين باودر وملح وفلفل أكيد وبحتاج بابريكا وشطة حسب الرغم أول حاجة بنكسر البيض في حلة أو في طاسة بنحط حوالي معلقة زيت وبنحط البصل بعد ما بنقطعه بنقطعه مكعبات صغيرة ممكن تبشره خشن وبنقلبه على نار متوسطة لحد ما لون البصل يبقى شفاف أو يدبل بعد كده بنسيبه على جنب لحد ما يبقى البيض بندربه وبنحط عليه بعد كده الدقيق بعد ما بنحمصه ده دقيق محمصه بس كده في الطاسة من غير ما حطله أي زيت أو سمن بنقلب دقيق كده على النار لحد ما لونه يبقى يغمى بنحط البيكين باودر والتوم الملح والفلفل أسود حوالي معلقة صغيرة يعني معلقة صغيرة ممسوحة ملح ونص معلقة فلفل أسود صغيرة بنحط البابريكا والشطة وده الفلفل المقطع اللي هو الفلفل الحام بنحط البقدونس وبنستمر في التقليد ده البصل بعد ما برد ما بنحطوش هو سخن عشان البيد ما يستويش دي كوباية لبن منزوع الدسم أو قليل الدسم بنحط معلقة الزيت التانية في صانية فرن ويدوب بنمررها كده على فقاة الصانية كلها بنصب الخليط بندخلها بعد كده الفرن على درجة 180 مئوية لمدة من 25 ل30 دقيقة ده شكلها بعد ما اخرجت من الفرن حشة وجميلة جدا وطعمها حلو جدا هو نفس طعم العجة بس أخف بكتير وباستخدام زيت قليل لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا شير وتشتركوا في قناتي لو كنتم مشتركتوش فيها وعملوا لايك اكتبولي في التعليقات تحت لو ليجوا طلبات خاصة وأشوفكم في وصفة جديدة باي ترجمة نانسي قنقر